السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب العزاية طلاب جريد 4 النهاردة معدنا مع The Lesson 5 Access 1 Lesson 5 عنوان الدرس النهاردة اسمه Support People of Detrimation اللي هو دعم الأشخاص ذو الهمم هيجي حد دلوقتي يسألني ويقول لي مين هم الأشخاص ذو الهمم يعني ايه كلمة ذو الهمم ال Detrimation أو People of Detrimation اللي هم الأشخاص ذو الهمم دول الناس يعني الأشخاص الكفيفة اللي هي مش بتقدر تشوف اللي نظرها ضعيف اللي سماعها تقيل اللي عنده بتر في إيده لو إيده مش موجودة أو رجله مش موجودة كل الناس ديات بنسميهم People of Detrimation وفي الدرس ده هنتكلم عن حاجة اسمها Assistive Technology اللي هي التكنولوجيا المساعدة التكنولوجيا المساعدة عشان نقول إيه هو ال Support اللي التكنولوجيا بتديه للأشخاص والهمم دول جميل؟ في الأول كده بيقول لي We all use technology that helps us our daily lives يعني إحنا دايما محتاجين أو دايما التكنولوجيا أو بنستخدم التكنولوجيا عشان تساعدنا في جميع جوانب حياتنا بشكل عموما إحنا الأشخاص العادية بنستخدم التكنولوجيا كتير بنستخدم smartphone بنستخدم printer بنستخدم headphone speaker كل دي حاجات أو أشكال أو جوانب كتير للتكنولوجيا إحنا كأشخاص عاديين بنستخدمها كمان أصبحنا دلوقتي بواسطة التكنولوجيا بنستخدم الأدوات التكنولوجيا ديت أو assistive technology التكنولوجيا المساعدة للأشخاص ذو الهمم فبيقول لي Today people of determination have access to their own technological means that can help them يعني كمان التكنولوجيا أو التكنولوجيا المساعدة ديت بقت بتساعد الأشخاص ذو الهمم فإن هما يعملوا إيه بقى؟ إن هما يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي إن هما يعيشوا حياتهم ويقدوا مهامهم اليومية يقدر بدل ما هو ما كانش عنده بترف رجله أو رجله مقطوعة فبيقدرش ينزل من البيت فالassistive technology أو التكنولوجيا المساعدة ساعدته إن هو يقدر ينزل من البيت عن طريق الكرسي المتحرك مثلا صح؟ أو عن طريق الأطراف الصناعية فالassistive technology helps them in tasks that they find difficult to do يعني كمان تساعدتهم على أداء مهامهم أو إن هما يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي طب إيه هي الأشكال اللي ظهرتها التكنولوجيا المساعدة أو وفرتها التكنولوجيا المساعدة للأشخاص دول فبيقول لي There are many examples of assistive technology يعني فيه كده بعض الأمثلة اللي هندهلكوا على التكنولوجيا المساعدة اللي قدمتها التكنولوجيا المساعدة للأشخاص دول أول حاجة قدمتها ليهم حاجة اسمها الهيدفونز الهيدفونز عارفين سماعة الراس العادية اللي احنا بنلبسها دي بس دي بشكلها بشكل مختلف أو ساعدتهم بطريقة مختلفة ساعدت الناس اللي عندهم ضعف في السمع أو سماعهم تقيل على إنهم يسمعوا بشكل أحسن عارفين السماعات الطبية؟ أكيد شفناها كتير السماعات الطبية اللي تبقى موجودة في الودن كده بتلاحظ إن فيه ناس لبساها صح خصوصا الناس اللي هي الكبيرة شوية في السن فدي خلتهم إيه؟ بدلا ما كانش بيسمع بدأ يسمع تاني صح؟ فعشان كده بقول الهيدفونز ساعدت الناس اللي لديهم ضعفة في السمع على إنهم يسمعوا بشكل أحسن صح؟ يبقى عملت إيه؟ في ناس كتير عندهم مشكلة في السمع صح؟ كمان قدروا إنهم يربطوا السماعات ديت عن طريق أو يربطوها بالموبايل فون بتاحهم تمام؟ عن طريق بعض التطبيقات هو بيقول لي بيقول لي كمان إن هي بعد ما بدأوا يربطوها زي ما احنا قلنا بدأوا يربطوها بالموبايل فون بالتليفون بتاعهم بعد كده بقى ليها تطبيقات زكية موجودة على التليفونات الزكية السمارت فون أو الفونز بتاعنا دوت في بعض التطبيقات اللي هي الابليكيشنز اللي موجودة على التليفون لها علاقة بيهم يعني مثلا تطبيق بيسمعوا لو حد اتصل بيه هو مش بيقدر إنه هو يشوف صح؟ أو مش بيقدر إنه هو يسمع فالتطبيق اللي موجود على التليفون دوت بيقول بصوت عالي بيوصل عن طريق السماع اللي هي وصلاله ديت تمام؟ اسم الشخص اللي بيتصل وكمان ممكن يسمعوا اسمه أو يسمعوا صوت الرن صح؟ تمام؟ يبقى أول حاجة تكلمنا عنها من الامثلة اللي بتقدمها التكنولوجيا المساعدة للبيبول أوف ديترومينشن كانت الهيدفونز بعد كده قال لي سكرين ماجنيفكشن سوفتوير سكرين ماجنيفكشن سوفتوير ودي اسمها برمجيات تكبير الشاشة برمجيات تكبير الشاشة This software enlarges everything on the computer screen words أو picture كمان فبرمجيات تكبير الشاشة ديت بتقوم بتكبير الشاشة لعلى كل شيء أو بتكبر كل الحاجات اللي موجودة على شاشة الكمبيوتر قدامنا سواء كان كلام مكتوب أو صور عشان ضعيف البصر أو اللي بصره ضعيف نظره ضعيف يقدر ان هو يشوف اللي موجود على الشاشة قدامه بشكل أحسن هي وظيفتها ان هي بتكبر أو بتعمل زوم للحاجات اللي موجودة على الشاشة بشكل تفاعلي كمان طيب عندي بعد كده قال لي alternative communication software برمجيات التواصل البديلة برمجيات التواصل البديلة alternative software helps people of determination communicate oral يعني ايه يعني بتساعد الأشخاص والهمب اللي هما people of determination على الcommunicate التواصل زي ان هو مثلا يجيب له برنامج يوصف له الصورة يوصف له صورة موجودة على جهاز الكمبيوتر فيبقى فيه برنامج موجود يقول له بالضبط اللي موجود قدامه على الشاشة يقول هو شخص نظره ضعيف فهو مش شايف اللي موجود على الشاشة فبقى فيه برنامج عن طريق برمجيات التواصل البديلة ديت يوصف له الحاجات اللي موجودة على الشاشة بالضبط قدامه كلام مكتوب بيقول الكلام كذا 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 او قدامه صورة بيوصف له اللي موجود في الصورة وكمان فيه برامج بتعلمه لغة الإشارة عارفين لغة الإشارة؟ ايوه بتعلمها له جميل يبقى قلنا لغاية حد دلوقتي ثلاث حاجات بعد كده الحاجة الرابعة والأخيرة يعني الأدوات الرياضية والأدوات الرياضية هنا لـ people of determination بتتيح ليهم عارفين انت الأشخاص اللي هو بيبقى عنده بتري في رجله وبيحب ان هو يعمل سباق فمثلا وفرت لهم العجلة الرياضية اللي هي لها تلت عجلات مش عجلتين تلت عجلات فهو بيقدر انه هو عن طريق ايده يبدأ يشغلها زي ما احنا شايفين كده يشغلها بايده وبحركة ايده العجل بيتحرك فيبدأ يعمل السرعة ويبدأ انه هو يتحرك من مكانه دي أدوات الرياضية فيه كمان العجلة او الكرس المتحرك اللي هو بيزقه بايده برضو عشان يقدر انه هو يروح مشوار يتحرك شمال يتحرك يمين دي اسمها السبورتس اكويبمنتس الأدوات الرياضية جميل الدرس بسيط ودرس سهل جدا 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 محدش يقل منه خالص ويكسرسيز كده في نهاية الدرس بيقول لي نوت the following technologies and circle ones why did you use it بوس اعملي دايرة على الحاجات من أدوات التكنولوجيا اللي في الصورة اللي قدامنا ديت اعملت دايرة على الحاجة اللي انت استخدمتها النهاردة وقول لي انت استخدمتها ليه يعني مثلا هقول انا استخدمت ال eye glasses النظارة دي استخدمتها ليه عشان انا نظري تعبني فمشي قدر امشي في الشمس وابص للشمس فعشان كده استخدمتها فانت جاوب لي كده تحت الفيديو دوت عن كل صورة من الصور ديت او شوف الصور اللي انت استخدمتها النهاردة يعني في ناس كتب كلنا استخدمنا mobile phone النهاردة او استخدمنا ال bowl او printer او elevator اي حاجة من الحاجات اللي موجودة قدامني شوف انت استخدمت ايه وقول لي اسم الحاجة اللي استخدمتها وانت استخدمتها ليه طبو فيلكو جميعا واستنوا في الليسون سكس ان شاء الله باي باي